اهلا بكم هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سمى الفضائية والبداية دائما بالعناوينة في ظل دخول المحتل الأمريكي على خط المفاوضات تجدد الاشتباكات بين العشائر وقسد بأرياف دير الزور والحسكة والرقة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة من طهران الحرب الظالمة على سوريا تسببت بتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيها وفي ريف حمام مساعي لتطوير عمل محطة أبقار جبرملة وتحسين جودة منتج معمل الألبان والأجبان اهلا بكم من جديد وجه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين رسالة تعزية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة أقاليم في المملكة صباح اليوم السبت التاسع من أيلول 2023 وخلف المئات من الضحايا والمصابين والدمار في عدد من الأبنية وعرب الوزير المقداد لنظيره المغربي عن تضامن سوريا وشعبها مع الشعب المغربي في هذه المحنة داعيا بالرحمة لضحايا الزلزال والصبر والسلوان لذويهم وأن يمنى الله على المصابين بالشفاء العاجل كما عبر الوزير المقداد عن ثقته بأن الشعب المغربي الشقيق سيتجاوز هذه الكارثة ويعيد بناء ما دمره الزلزال بمشاركة سوريا انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين الذي يقيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بحضور دينيا ورسميا وفكريا كبير على مستوى العالم الإسلامي وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد في كلمة له خلال المؤتمر أن سوريا قدمت بكل مؤسستها تجربة عظيمة في التصدي لكل أشكال التطرف والتعصب مشيرا إلى معاناتها من تجربة مريرة في الإرهاب والقتل والتكفير والتطرف انطلقت من التأثير على الشباب عبر الفضاء الإلكتروني ويحضر المؤتمر الذي يستمر ليومين عدد من وزراء الأوقاف ورؤساء الإدارات الدينية في مصر والأردن والصعودية والإمارات والبحرين وفلسطين وموريتانيا وروسيا ونيجيريا وألبانيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية من المقرر أن يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون إلى دمشق خلال ساعات في زيارة تستغرق يومين ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية قولها إن بيدرسون سيصل إلى دمشق في التاسع من الشهر الجاري ويجري لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد وكشفت المصادر عن أن بيدرسون سيبحث في إمكانية تحديد موعدا لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري والترحيب الأممي على لسان بيدرسون بذلك ردا على خروقات الإرهابيين استدفت وحداتهم من الجيش العربي السوري براجمات الصواريخ مواقع لجبهة النصرى وحلفائها في بلدات كفر عمى وكفرة عال وتديل والوساطة بريف حلب الغربي وحسب مصدر ميداني غير رسمي نفذ الجيش قصفا مماثلا استهدف مواقع مجموعات إرهابية مسلحة في قرى وبلدات الفطيرة واسفوهن وفليفل وكفر عويد ومحيط كنصفرة في منطقة جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب مع تضارب الأنباء الواردة من الجزيرة السورية حول خريطة السيطرة بين الجانبين تجددت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر وميليشيا قصد الانفصالية بريف دير الزور خاصة في قرية الهرموشية وفي ريفي الحسكة والرقة بالرغم من إعلان الميليشيا ما أسمته انتهاء عمليتها العسكرية في دير الزور وذلك كله في ظل دخول المحتل الأمريكي على خط مفاوضات في ظل احتدام المعارك المندلعة بين الميليشيات الانفصالية والعشائر العربية شرقي سوريا لا تبدو التهديئة واردة ففي مقابل تعزيزات قصد وبياناتها ترتفع الأصوات العشائرية الداعية للتوجه إلى السلاح ويدخل الأمريكي بشكل مباشر على خط الصراع استعادة السيطرة التي أعلنتها قصد على معظم المناطق التي خسرتها لصالح مقاتلي العشائر استعادة لا تبدو استراتيجية أو حقيقية لما أعقبها من تجدد مواجهات وهجمات خاطفة من قبل مقاتلي العشائر على حواجزها الأمر الذي يشي بعدم استكانة العشائر للوضع الراهن مصادر في المنطقة الشرقية أفادت أن قوات العشائر استعادت معظم بلدة ذيبان لتشهد أرياف دير الزور الشرقي والغربي تحليقا مكسفا لطائرات ما يسمى التحالف الدولي ترافق مع إلقاء قنابل ضوئية عدة في بعض المناطق التي تشهد اجتباكات في الوقت الذي انتشرت فيه تسجيلات منصوبة لشيخ عشيرة العجيتات إبراهيم الهفل وبينما تناقلت الوسائل أخبارا عن انسحابه من معقله في ذيبان وتمترسه في مكان مجهول مصادر أكدت أن الهفل اجتمع مع ما يسمى التحالف الدولي المزعوم للحديث حول معارك دير الزور سرب عن الاجتماع أن التحالف الضغط على قصد لإيقاف القتال وأن العشائر فوضت الهفل للتحدث باسمها حيث طالب بإدارة عربية مستقلة عن قصد كليا احتقان شعبي كبير في منطقة الجزيرة ضد قصد أدى لاستنفار المجموعات العشائرية على جبهات ريف الحسكة وريف الرق الشرقي وعين عيسى شمال الرقة وعزاز بريف حلب استقدمت على إثره أرتال عسكرية نحو تلك المناطق انتفاضة العشائر ضد القاعدة الأمريكية وقصد الحامية لها جيدة وإن جاءت متأخرة فأمريكا لا تعرف غير لغة القوة أما صمتها حيال التصعيد القائم فيجب أن تقرأه العشائر هناك كرسالة واضحة أن أدوات الإدارة الأمريكية لا تعمر ومهما توهمت النصر تبقى في عدات الخاسرين استهدفت طائرة مسيرة تركية موقعا بريف تلتمر شمالي الحسكة كما استهدفت أخرى سيارة تتبع ميليشيا قسد بريف منبش شرقي حلب وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية ما أسمته تحييدة سبعة عناصر من الوحدات الكردية في منطقة عملية نبع السلام شمال السورية على حد تعبيرها وكان أفاد مظر أمني عراقي بوقوع قصف عنيف استهدف محافظة السليمانية شمالي العراق وقال المصدر لوكالة العهد نيوز إن طيرانا مسيرا تركيا استهدف قضاء معوت التابع لمحافظة السليمانية دون أنباء عن ضحايا هذا وكانت أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قيام وفدنا أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولدريتش مؤخرا بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية يمثل انتهاكا فاضحا لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بسوريا وقالت الوزارة إن هذا الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته وتفرض إجراءات قصرية أحدية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة وأشارت الوزارة إلى أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية يظهر مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سوريا والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والغبارية بمشاركة وفد سوريا وممثلين عن خمسين دولة وخمسة عشرة مؤسسة دولية ومئتين وخمسين خبيراً وأستاذاً جامعياً وممثلي المؤسسات التنفيذية والبحثية والتعليمية وسيشهد المؤتمر اجتماعات متخصصة في مجال التنبؤ والإنذار بالغبار وأضراره وتداعياته وإنشاء مركز إقليمي للإنذار المبكر عن العواصف الرملية والغبارية في غرب ووسط آسيا وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمته خلال المؤتمر أن التنمية دون إلاء الاهتمام بالبيئة والملوثات هي أحد أسباب زيادة الغبار مشيراً إلى أن الدول المتقدمة لا تهتم إلا بتطورها الصناعي ومعداتها العسكرية وهو ما يعد ظلماً للإنسانية والبيئة هذا وقد أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة معتز دوجي أن الحرب الظالمة التي شنت على سوريا خلال السنوات الماضية تسببت بتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وضعف الاستعداد والاستجابة للكوارث الطبيعية ومنها التخفيف من آثار المناخ ما أدى إلى تدهور كبير في هذه النظم وزيادة التلوث وقال دوجي في كلمة سوريا أمام المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والغبارية الذي انطلقت أعماله في العاصمة الإيرانية طهران إن الحرب على سوريا أدت إلى تخفيض نسب تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع الحكومة الهدفة إلى استصلاح الأراضي ومشاريع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية والمحميات الرعوية والطبيعية وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة بسبب الأعمال الإرهابية التخريبية بالإضافة إلى توقف العديد من المشاريع الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وأشار دوجي إلى أن الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط الماضي أتى في وقت تعاني فيه من صعوبات عدة في الحصول على التكنولوجيا المتقدمة التي تلبي المعايير البيئية بسبب الحصار الجائر المفروض عليها والذي يحد من القدرة على تنفيذ المشاريع البيئية ولفد دوجي إلى أن سوريا تتعرض أيضا لموجات جفاف متتالية وارتفاع لدرجات الحرارة بالإضافة إلى العواصف الرملية والغبارية ما يشكل تحديا تنمويا وبئيا كبيرا نتيجة الظروف والحصار الحالي مؤكدا أنه على الرغم من هذه التحديات كانت سوريا وما زالت ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها وعددها 35 اتفاقية دولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية واتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر زار وفد فني من منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكواء المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد بهدف تطوير علاقات التعاون وتوحيد الجهود نحو تطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية وفق أسس علمية وفنية متطورة وناقشت طرفان العمل المشترك لتحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2020-2030 ومنها الهدفان الأول والثاني المتعلقان بالقضاء على الفقر والجوع والهدف السادس بهدف بشأن تأمين المياه النظيفة والهدف الثالث عشر والمتعلق بالعمل المناخي وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكة وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف في المنطقة العربية تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي درجتين إلى خمس درجات مؤوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو اليوم صيفيا حارا نسبيا بين الصح والغائم جزئيا بشكل عام وتتكاتف الغيوم خلال ساعات المساء والليل وتصبح الفرصة مهيئة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحيانا فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويكون الجو سديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات النشطة تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة مثيرة للأترباء والغبار ويكون البحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموجة شهد إجمالي الأقصاط التي حققتها شركات التأمين في كفة الفروع التأمينية خلال النصف الأول من العام الحالي نموا جيدا وصل إلى 67% إذ بلغ ما يقارب 112 مليار ليرة سورية وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 حيث كان 67 مليار ليرة سورية هذا وقد شكلت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين حوالي 54% من إجمالي الأقصاط بقيمة 60 مليار ليرة سورية بينما بلغت حصة القطاع الخاص حوالي 52 مليار ليرة سورية بينما التعويضات المسددة بلغت حوالي 69 مليار و300 مليون ليرة سورية بنسبة نمو 72% عن الفترة المقابلة من العام الفائد مشكلة ما نسبته 63% من أجمالي الأقصاط المكتتبة بهدف ضبط عملية توزيع مادة المازوت لأغراض الزراعة يجري العمل على جعل هذه العملية مؤتمة لضبطها ومنع أي تجاوزات على صعيدها وسعيا لإيصال مادة لمستحقها من المزارعين في محافظة درعة كما في غيرها من المحافظات ووضح المهندس بسام الحشيش مدير زراعة درعة أن دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة المعلوماتية والدوائر المعنية الأخرى في المديرية وبإشراف اللجنة المكلفة المتابعة والتدقيق تتابع أعمالها في مجال أتمتة المازوت الزراعي عبر إدخال البيانات المتعلقة بذلك مشيرا إلى أنه بموجب عملية الأتمتة هذه سيتم اعتبارا من شهر تشرين الأول القادم البدء بتوزيع المازوت الزراعي بموجب البطاقة الإلكترونية العائلية تكامل حيث تصل رسالة إلى المستحق بمخصصته المحددة ليقوم بدوره باستلامها أكد المدير العام لمحطة أبقار جبرملة المهندس محمد برهوم أن هناك مساعية لتطوير عمل محطة مبقرة جبرملة بحمى التي أحد أهم المشاريع الإنتاجية المهمة للمؤسسة العامة للمباقر في المحافظة والتي تأسست عام 1954 وتمتد على مساحة 2100 دونوم لافتا إلى أن عدد قطيع المبقرة نحو 365 رأس منها 135 حلوبا و44 رأسا جافا والباقي قطيع النامن والعمل جار على زيادته جهود كبيرة يقوم العاملون بها في محطة أبقار جبرملة في ريف محافظة حمى لتحسين واقع الانتاج بما يتناسب مع تغطية حاجة السوق المحلية من الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان بل إضافة إلى تأمين حاجة معمل الألبان والأجبان لمادة الحليب في حظائر قديمي ولكن نحن عدد قطيع 365 رأس في عنا 135 رأس حلوب بقرة حلوب وعنا 44 رأس بقر جواف من جففهم من أجل الولادي وضع العجول والعجلات وباقي القطيع قطيع نامة باقي القطيع قطيع نامة هو من عمر الفطام وحتى باقي الأعمار المحطة عم نحاول بإشراف المؤسسة العامة المباقر والإدارة العامة المباقر إنه نكون نقدم خطوات جيدة نحن أنتاجنا اليوم ما يقارب 2 طون حليب بسبب 135 رأس 102 طون حليب نحن عم نقدم جزء منه للمعمل الألبان وحتى تصنيع الألبان والأجبان منعاني فقط من الظروف الجوي والحظائر نظام تربية طريقة فهي النظام فيه له أسباب وبيأثر علينا كتير كتير من حالات الفسخ والتمزق الأربط الحفظي نتيجة أنه البقر بيتحش بعضه والأرضي ملسي فقط لغير الأمور الثانية كلها جيدة المحطة هو عبارة عن محلب حرشوفي صفين تلصف بساعة 12 بقرة يتم حلابة الأبقار على ورديتين مسائي وصباحي رابعة مساء ورابعة صباحا يتم الاهتمام بنظافة المحلب من قبل الورديات المختصة ويتم الاهتمام بنوضوع النظافي ونظافة الحليب لضمان جدد المنتج القسم الإنتاج الحيواني هو عبارة عن حظائر الأبقار الحلو وهو حظائر القطيع النامي والحظيرة السابع ولادات والرابعة عزل للحظيرة الحوامل مسؤولين عن تشغيل كافة المفاصل المبقرة من معمل الألبان والأجبان لمعمل الأعلاف الإنتاج الحيواني وإنتاج النباتي نحن بآلياتنا بنخدم كل هالأقسام مشان نقدر نواكب الإنتاج شفيون بشكل عام للإنتاج النباتي بيستلزموا التركتورات نحن نقوم بأمال الفلاحة لتجهيز للمحصول الشتوي سواء كان القمح والأعلاف الخضراء لاحقا وبالنسبة للمحشات في عنا قسم الإنتاج النباتي عم بيقدم علف أخضار للإنتاج النباتي مشان تعرف تغزية الأبقار ثلاثمائة وخمسة وستون رأسا عدد القطيع الذي تحتويه المحطة من الأبقار منها مائة وخمسة وثلاثون بقرة حلوب وأربعة وأربعون رأسا جفا والباقي قطيع نام جار العمل على زيادته رغم العقبات التي تواجه المحطة والعملين بها لسيما المتعلقة بالمحروقات وتأمينها بدعم من المؤسسة العامة للمباقر والأمانة العامة للمحافظة ومديرية المحروقات وسط مطالبط بخط كهربائي معفا من التقنين نحن حاليا بدأنا بإعادة تصنيع من بدء وجديد طبعا بفترة من فترات كان في ضعف في التسويق أسباب متنوعة طبعا حاليا نحن باشرنا العمل بطاقة إيجابية بطاقة عمل حوالي طونين طونين ونص يوميا حسب قوة الشراء والتسويق حاليا يتم تصنيع حاليا أربع مشتقات هي اللبن واللبن والجبن والقريشة طبعا بها الفترة الوجيزة لاحظنا إقبال شديد ومقبول جدا من المواطني لنوعية منتجنا الجيد والرائع مقارنة بالسوق المحلي لاقت نتيجي إيجابي جدا وصار في قبول إلى المحطة بشكل مباشر من أصحاب محلات الجملي ومحلات الألبان والأجوان الموجودة بالمنطقة على مستوى المحافظة المعمل رجع على إنتاج بسبب حالة القطيع صار يتطلب القطيع تغذية فصرنا نصنع له بالمعمل الألاف والحمد لله الأمور ممتازة هنا كوننا نكفي القطيع إنتاج وفينا نكفي المحافظة بشكل كامل بالمعمل هذا هلق رجعنا نبلش العمل صارنا عم نشتغل اللبن واللبني والجبني والحمد لله الأمور هلق مشتة ماء طبعا جاي من منطقة سلحاب فاتح محل من منطقة سلحاب مرقت علينا سيارة جوالي تاب على المعمل هنا أخذنا عيني للتجريب عيني طلعت منتازة جدا وطيب كتير نظافي منتازة وأسعار مناسبة للجميع عملية الإنتاج بمختلف مراحله تتم بشكل آلي دون أن تمسه الأيدي مع تنظيف جميع الآلات يوميا قبل وبعد عملية الإنتاج ما يشجع المستهلكين على الإقبال على هذه المنتجات التي يجري تطويرها وتنويعها أنهت ورشاط الشركة العامة للطرق والجسور بالتعاون مع مجلس بلدة السهوة بريف درع الشرقي أعمال تأهيل وتعبيد بعض الطرق الرئيسة في البلدات بكلفة تجاوزت 44 مليون ليرة سورية وذكر رئيس مجلس البلدة غسان الديات أن الأعمال شملت تسفيط بعض الطرق ومد قميص اسفلتي لطرق متهالكة ومحفورة ورشأ البعض الآخر بمادة الزفت بعد مدها ببقايا المقالع وذلك في إطار العمل المستمر لتحسين واقع الطرق بالبلدة قبل فصل الشتاء وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر